السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ درسنا لهذا اليوم بعنوان السلاسل الغدائية سبق ورأينا في موضوع الطبيعة بأن الوسط البيئي يختلف حسب نوع الكائنات الحية التي تعيش فيه فهناك مثلاً الوسط البيئي الغابوي أو المائي أو السحراوي وإذا نظرنا إلى الوسط الغابوي نجد أنه يتكون من مكونات حية وهي مجموع النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة التي تعيش في التربة ومكونات غير حية كالمياه والهواء والتربة لاحظوا الصورة أمامكم هي صور لبعض الكائنات الحية التي تعيش في نفس الوسط وتربط بينهم علاقات مختلفة إذن ما طبيعة العلاقة بين هذه الكائنات؟ لنتأمل الصورتين لاحظ هنا معي نبات البلوت من يتغدى عليه؟ يتغدى على البلوت طائر القرقب ومن يتغدى على القرقب؟ يتغدى على القرقب الكاسر إذن نوع العلاقة بين هذه الكائنات الحية هي علاقة غدائية ولتوضيح هذه العلاقة أكثر أدعوكم لاكتشاف أنشطة للاستثمار السؤال أول أربط الكائنات الثلاثة بدوائر تتقاطع إذن خذوا قلم لاحظوا نربط الكائنات هكذا بدوائر وبوضع كل كائن وسط دائرة نحصل على الشكل التالي إذ كما ترون فالدوائر تتقاطع فيما بينها في شكل حلقات متتالية بينها سهام اتجاه السهم دائما من المأكول نحو الآكل نتابع السؤال باء صف السهم الموجود بين هذه الكائنات إذن هذا السهم يقصد به يؤكل من طرف ونسجل إذن مكان سؤال باء سجل سهم نقطتين يعني يؤكل من طرف جيم صف العلاقة التي حصلت عليها غدائية هي مجموعة من الكائنات الحية تربطها علاقات غدائية أي يستهلك التالي سابقة من أجل الحصول على الطاقة ودائما تبدأ بالنباتات وتنتهي بكائن مستهلك والسؤال الأخير يقول اقترح أمثلة أخرى تشبه هاته متوفرة في الوسط الذي تعيش فيه ونسجل إذن نسجل سلاسل أخرى متوفرة في الوسط الذي نعيش فيه وتشتمل السلاسل الثلاثة الأولى على ثلاث حلقات والرابعة والخامسة تشتمل على أربع حلقات والأخيرة على خمس حلقات إذن هنا لدينا مثلا الجزار يؤكل من طرف الأرنب والأرنب تؤكله من طرف التعلب العشب يؤكل من طرف الفأر والفأر يؤكل من طرف التعبان الحبود تؤكل من طرف الدجاجة والدجاجة تؤكل من طرف السقر سجلوا هكذا في الفراغ دل قوموا بتقسيم الفراغ إلى قسمين هنا لدينا في القسم الثاني نبات يؤكل من طرف دودة الأرض ودودة الأرض تؤكل من طرف العصفور والعصفور يؤكل من طرف البومة أوراق الأشجار تؤكل من طرف اليرقة اليرقة تؤكل من طرف الطائر والطائر يؤكل من طرف السقر الحبوب تأكل من الزهرة تأكل من طرف الفراشة والفراشة تأكل من طرف الضفدع والضفدع يأكل من طرف التعبان والتعبان يأكل من طرف السقر إذن سجلوا هذه السلاسل الغدائية في المكان الفارغ إذن ما يثير انتباهنا كذلك أن جميع هذه السلاسل الغدائية تبتدئ بالنباتات كما نلاحظ وكل كائن حي في هذه السلاسل لا يعتمد في تغذيته على نوع واحد من الغداء بل بإمكانه أن يتغدى على أكثر من نوع فمثلا السقر يمكن أن يتغدى على التجاجة أو على الطائر ويمكنه أن يتغدى على التعبان إذن السقر اعتمد على أكثر من نوع في تغذيته إذن ومن خلال ما سبق يمكن تصنيف الكائنات الحية من حيث حصولها على الغداء إلى ثلاث مجموعات المجموعة الأولى تعرف بالمنتجات أي ذاتية التغذية لأنها تصنع غداءها بنفسها وهي النباتات التي تنتج الطاقة من ضوء الشمس فمصدر الطاقة في النظام البيئي كما تعلمون هو الشمس والحيوانات لا تستطيع أخذ الطاقة مباشرة من الشمس وإنما تخزن هذه الطاقة في المنتجات وتنتقل منها إلى المستهلكات ومنها إلى المحللات وبذلك تنتقل الطاقة من كائن حي إلى آخر فيما نسميه بالسلسلة الغدائية أما المجموعة الثانية فهي المستهلكات وهي الكائنات التي تعتمد على غيرها في غدائها ولا تملك القدرة على إنتاجه بنفسها كالحيوانات التي تتغدى على النباتات وتسمى بالمستهلكات الأولى وقد تعرفنا في درس سابق أن الحيوانات التي تتغدى على النباتات تسمى بالعواشب ومن أمثلتها ومن أمثلتها الأرانب والأبقار والطيور أما الحيوانات اللاحمة والتي تتغدى على الحيوانات العاشبة فإنها تدعى بالمستهلكات من الدرجة الثانية ضمن نظام السلسلة الغدائية كالتعالب مثلا والتعابين وهناك أيضا آكلة لحوم من مستهلكة من الدرجة الثالثة وهي التي تتغدى على المستهلكات من الدرجة الثانية كالسقر مثلا والبومة فالسقر يتغدى على التعبان وهو آكل لحوم ولكن أضعف منه وبعد موت كل من النباتات والحيوانات فإن هناك كائنات حية أخرى أيضا تتغدى على بقاياها وهي المجموعة الثالثة والتي تسمى بالمحللات كالبكتيريا والفطريات وهي كائنات حية دقيقة جدا تعيش في التربة وتقوم بتحليل وتفكيك بقايا النباتات والحيوانات وتحويلها إلى مواد بسيطة تستخدمها النباتات في غدائها من جديد وفي سلسلة غدائية متكررة وهكذا إذن نسبة للملخص فيجب ملء الفراغ بالكلمات المناسبة ونقول السلسلة السلسلة الغدائية علاقة غدائية طبيعية تربط عدة كائنات حية حيث يتم ربط الكائنات بعضها ببعض بسهام تدل على يؤكل من طرف ونسجل في الفراغ سجل ما هو مسجل باللون المغير غدائية طبيعية في الفراغ الأول ربط الكائنات في الفراغ الثاني سهام في الفراغ الثالث ويؤكل من طرف الفراغ الأخير والسلام عليكم